بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني شعبة إلكترونيات برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برامجنا التعليمية إن شاء الله النهاردة أولاد هنكمل الجزء اللي خدناه في مادة الاتصالات الإلكترونية خدنا في الحلقات السابقة واتكلمنا عن أنظمة الاتصالات الإلكترونية وإيه هي المراحل اللي مرت بيها نظم الاتصالات الإلكترونية وعرفنا إن إحنا عندنا لازم يكون فيه عندي عملية إرسال لأي إشارة وكمان مرحلة بيتم فيها عملية الاستقبال خلال الإرسال والاستقبال بيكون فيه عندي مجموعة من المراحل اللي بتمر بيها الإيه الإشارة بتاعتي خلاص وإن هذه الإشارة لازم يتم لها عمليات التعديل والتكبير الإيه المناسبة بعد كده بنقول إن إحنا عندنا خدنا الجزء الخاص بالمرشحات وخدنا يعني إيه مرشحات فعالة ويعني إيه مرشحات غير فعالة وكمان خدنا إن المرشحات الفعالة كان إيه مميزاتها وإيه عيوبها وإيه هي مميزات وعيوب المرشحات الغير فعالة تمام؟ بعد كده نتنقل على جزء جديد اللي هو المسويات عايزين نعرف يعني إيه المسوي؟ المسوي ده اللي هو أنا عندي دلوقتي دوائر المسويات بتقوم بعملية مهمة جدا إن أنا أثناء عملية نقل الإشارة أو أنا عايزة أرسل كذا إشارة وخط التراصل اللي عندي هو خط تراصل واحد يبقى فيه كذا إشارة تترسل بس على خط تراصل إيه واحد طالما على خط تراصل واحد ممكن يكون خط التراصل ده فيه عيوب أو فيه مشاكل فالإشارة اللي عندي يحصل فيها أي تشويه التشويه اللي في الإشارة ده مين اللي هيقوم بمعالجته المسوي؟ هيعمل إيه؟ هيقوم بتوليد خطأ أو قيمة سواء بالجمع بقى أو بالطرح قيمة عادل قيمة أو نسبة الإيه؟ الخطأ اللي موجود في الإشارة بحيث لو الإشارة عندي الخطأ لقيمة معينة وبقيمة موجبة يبقى المسوي هيولد نفس القيمة بس بقيمة إيه؟ سالبة ليه؟ هيبقى السلب ونموجب هيروحوا مع بعض أو القيمتين هيروحوا مع بعض واحصل على إشارة مقية ما فيهاش أي إيه؟ ما فيهاش أي مشاكل ده مين المسوي؟ عارفين أن المسوي بيكون موضوع قبل عملية الاستقبال بحيث أننا لما أجا استقبل الإشارة هتكون الإشارة خلاص تم معالجتها وتم الحصول عليها بحيث أن هي تكون إشارة سليمة ما فيهاش أي حاجة لأنه لا ممكن الإشارة عندي لو أنا ما عملت لهاش معالجة وما حطتش دول المسويات والكلام ده كله الإشارة عندي يحصل لها تشوي لدرجة الإدمحلال فأنا ما أقدرش أحصل عليها فين؟ في مرحلة الاستقبال تمام؟ يبقى إحنا عندنا الجزء ده اللي إحنا هنتعرض ليه في الحلقة بتاعتنا النهاردة اللي هو الإيه؟ المسويات تعالوا نشوف كده أول حاجة عندنا يعني إيه؟ مسويات زي ما اتفقنا إن إحنا بنقوم بنقل الإشارة سواء كانت الإشارة دي إشارة الصوت أو أي إشارة أخرى هرسلها على خط الإيه؟ خط تراصل في حالة إن الإشارة دي فيه عندي تشويه المسوى هيقوم بإيه؟ بعملية الإيه المعالجة طبعاً بيتم في أثناء الإرسال والاستقبال عملية تعديل إحنا عارفين إن عملية التعديل دي بتكون على حسب دائرة التعديل اللي أنا هقوم بها على الدائرة سواء بقى التعديل ده ممكن يكون تعديل اتساعي أو تعديل تردودي أو تعديل في زوية الإيه؟ إحنا عندنا التعديل ليه إيه؟ ليه أنواع وبستخدم الأنواع دي بالمناسب بالنسبة لي يعني أنا هستخدم نوع مناسب للإيه؟ للإشارة اللي أنا هقوم بعملية الإيه؟ بعملية الاستقبال لها خلاص ده بالنسبة للإيه؟ للمسويات بتستخدم للتغلب على التشويه خلاص كده النتج عن إيه؟ عدم جودة خطوط التراصل يعني أنا خط التراصل اللي عندي مش جيد فيه أي مشكلة طالما فيه أي مشكلة هيأثر على الإشارة لا يبقى أنا أحط دايرة الإيه؟ دايرة المسوي تعالج لأي مشكلة طب و أنا هقعد أكشف على خطوط التراصل لا أنا بحط دايما دايرة المسويات وهو لو حصل مشكلة يبقى دايرة المسوي هتقوم بإيه؟ بعملية المعالجة اللي في الإشارة التشويه اللي حاصل أو اللي حادث للايه؟ للإشارة الاشارة هتعالجها ازاي زي ما اتفقنا بتوليد اختلاف معاكس لنسبة التشويه هتولد اشارة زيها بس معاكسة طب ده انا عندي تشويه اجيب تشويه تاني اه الموجب مع السليب يبقى هيحصل ايه تلاشي زي بالزبط المكسب والخسارة بالنسبة لو انا عاملة حاجة كسبت فيها النهاردة 100 جنيه وخسرت بكرة ولا بقى في مكسب ولا بقى في خسارة بقى الحاجة زي ما ايه زي ما هي تمام كده دي بالزبط تعتبر كوظيفة او كتشبيه للايه لمهمة اللي بتقوم بيها دائرة المساوي تمام هو تعادل قيمة الايه الخطأ طيب عندي بعد كده كيف يتم معادلة الخطأ عندي باضافة طرح القيمة المكافأة للايه للتشويه اه معادلة انا هوت في الشكل بتاعنا قد الاشارة اللي تحت دي هي الاشارة الايه المشوهة بعد المصوي هتبقى الاشارة ما فيهاش اي مشكلة وتبقى نسبة التشويه هت ايه هتختفي ده منحانة الاستجابة الترددي لخط التراصل انا عندي انا هوت اذا شايفين الاشارتين اللي هو الايه والبي انا عندي لو فيها تشويه البي والايه هيلاشوا بعض فالالتنين هيختفوا فهتبقى الاشارة عندي زي ما هي صدرة عندي في الايه في الجزء الخاص بالسي فيهاش هيبقى ما فيهاش اي تشويه يبقى عند حدوث ادمحلال وبالتالي نقص في مستوى الاشارة لو حصل ادمحلال انا مش هقدر اشوف الاشارة فعندي اجهزة المسويات بتقوم بعملية ايه تكبير الاشارة علشان بقيمة الادمحلال اللي عندي علشان تعمله عملية ايه تلاشي خط التراصل لان المشكلة اللي عندي او التشويه الناتج في خط التراصل يبقى انا بعد نهاية خط التراصل بحط المسوي بيكون نهاية خط التراصل ده فين عندي الاستقبال لأ أنا أحط بها قبل مرحلة الاستقبال على طول ده الشكل بتاعنا هنا هو تبصوا كده أولاد ده جهاز الإرسال وهنا خط التراصل بعد نهاية خط التراصل تم وضع المسوي أهو في نهاية خط التراصل أهو أدي خط التراصل هنا حطنا المسوي وبعد دي مرحلة الاي أو جهاز الاي الاستقبال وطبعا إحنا عارفين أني في الاستقبال لازم بتم عملية كشف للإيه للإشارة إن أنا عندي لو أنا عندي الإشارة دي طبعا هيبقى فيها إشارة أو موجة حملة وموجة إيه محمولة ولازم يتم عملية الفصل بينهم بحيث إن أنا أشوف الحاجة اللي أنا عايزها هي بس ما يكونش مصاحب لها أي إيه تردد لأن أنا عندي التردد اللي أنا ببعثه دايما هو أو بيكون تردده إيه منخافت يعني الإشارة اللي عندك اللي هي مبعوتها هي في الأصل تردد مخافت أنت مش هتقدر تستقبلها فعشان هي تردد مخافت وأنا مش هادر أستقبلها بيتم لها عملية تعديل يعني بضيف لها إشارة تقوم بإيه بعملية النقل طالما تم نقلها يحصل فصل للإشارة أو كشف علشان تبدأت إيه تستقبلها هي لوحدها تمام كده؟ طيب أنواع المسويات طبعا أنا عندي نوعين من المسويات اللي هي مسويات سابتة الإعداد ومسويات متكيفة يعني إيه مسويات سابتة الإعداد؟ يعني المعامل بتاعها بيكون سابت يعني المسويات السابتة هي المسويات ذات المعاملات السابتة القيمة بتاعتها سابتة ولا يمكن تتغير تمام؟ غير طبعا المسويات المتكيفة بيتم تغيير القيم بتاعتها هي بتكيف نفسها وبتوائم نفسها علشان تناسب القيمة اللي هي شايفها دي تبقى المسويات اللي هي المتكيفة تمام؟ يبقى أنا عندي كم نوع زي ما اتفقنا يا إما سابتة يا إما متكيفة طيب نجي بعد كده على المعدلات أو المشكلات اللي هي عملية الإيه؟ التعديل بنقول إن عندي فيه طبعا تقدم فيه أنظمة الاتصالات وإن أنا عندي دلوقتي ممكن يكون فيه أكتر من إشارة جيالي أو أكتر من محادثة تليفونية مثلا فالمحادثات التليفونية دي كتير جدا طب أنا هعمل لكل محادثة هعمل لها خط تراصل طبعا مش هينفع لا أنا بخلي خط تراصل واحد ودخل عليه عدد كبير جدا من الإيه؟ من المحادثات التليفونية سامع طالب بيقول لي طب ما دلوقتي المحادثات التليفونية كلها هتتدخل في بعض أنا لما أجي أعمل اتصال أو أجي في أي اتصال تليفونية هبقى سامع الناس اللي عندي سامع المكالمات بتاعي لا ليه؟ لأن إحنا بنعالج الحكاية دي بطرق معينة وهقول لك عليها دلوقتي يبقى أنا دلوقتي عملت إيه؟ خليت خط تراصل واحد بس هيكون عليه أكتر من محادثة إيه؟ تليفونية ده نتيجة إيه؟ طبعا ده نتيجة زيادة المحادثات التليفونية وإن هي كتيرة جدا ما ينفعش إن هي يحصل إن كل محادثة عمل لها خط خالص تمام؟ طيب إيه اللي هيحصل بقى؟ إن أنا عندي هقوم بإني التردد بتاع الإشارة السامعية أو المحادثة دي طبعا بيكون لها تردد معين التردد بتاعي كم لكم؟ من 300 إلى 3400 إيه؟ هرتز التردد أو النطاق ده لازم أبقى أعرفه ليه؟ علشان أنا في التردد ده أنا هعمل بقى عمليات معينة بحيث إن ما يحصلش تداخل في المحادثات الإيه؟ التليفونية خلاص؟ يبقى لما يجي يقول لك تردد الإشارة السامعية قد إيه؟ بيكون في النطاق من كم لكام؟ من 300 إلى 3400 إيه هرتز خلاص؟ طبعا عشان ننقل أكتر من محادثة على خط واحد في نفس الوقت أكتر من محادثة على خط واحد في نفس الوقت هعمل إيه؟ أول حاجة هعملها بعمل عملية إزاحة للنطاق التردد بعمل عملية إيه؟ إزاحة للنطاق إيه؟ التردد للإشارات المختلفة طيب هنعمل عملية الإزاحة علشان إيه؟ علشان تصبح الإشارات أو المحادثات اللي عندي دي تبقى متتالية وراء ما تبقاش متدخلة وده أهم حاجة إن هي تبقى إيه؟ بعمل إزاحة طالما عملت إزاحة يبقى بقت وراء بعض بقت متتالية كل محادثة ليها تردد خلال النطاق اللي إحنا لسه قيلينه كل محادثة هتاخد جزء بالزبط يا أولاد زي مثلا لو أنا عايزة أشبهها لكو كده عشان تقدروا تفهموا الحكاية دي بتتم إزاي؟ زي بالزبط لما أنا أقول لك أنت النطاق بتاعك الفصل هو ده حدودك الفصل بتاعك خلاص؟ طيب الفصل بتاعي أنا هاخد إيه؟ هاخد مكان فيه خلاص؟ خلاص أنت آه حدودك وأنت خدت فيه مكان واحد تمام كده؟ وغيرك هياخد فيه مكان وغيرك هياخد فيه إيه؟ مش هينفع كل الطلبة تبقى أحد على نفس إيه؟ الديسك كله لا يبقى كل واحد خلاص خد مكان أنا بعمل نفس الحكاية دي بس في المحادثات إيه؟ التليفونية إن آه المحادثات أو التردد السمعي للنطاق معين من 300 إلى 3400 هرتز هذا النطاق أنا ببعت فيه أكتر من إشارة إيه؟ أو أكتر من محادثة بحيث إن كل محادثة تاخد جزء لها مكان وغيرك بعد كده هتبقى تليها المحادثة التانية وكذا طيب عشان ما يتدخلوش بيحصل بنعمل عملية إزاحة لهذه المحادثات تمام؟ فعلشان أعمل الحكاية دي بعمل طرق إرسال الإشارات إيه هي طرق الإرسال؟ الإرسال لطريقتين علشان نرسل الإشارة أول حاجة بتبقى عن طريق التقسيم التردددي أو التقسيم الزمن يبقى طرق الإرسال يا إما الإرسال بالتقسيم التردددي أو الإرسال بالتقسيم الزمن طيب ناخد أول حاجة اللي هي الإرسال بالتقسيم التردددي بيتم بواسطة إيه؟ هيتم الإرسال بالتقسيم التردددي بواسطة دوائر المعدلات لأن أنا كده عملت عملية تعديل يبقى بواسطة دوائر إيه يا أولاد؟ دوائر المعدلات بتقوم بإيه؟ بتقوم بإن هي خلال النطاق اللي أنا محدده بيتم عملية الإرسال في هذا النطاق كل محادثة تاخد جزء من هذا النطاق بيكون في صورة إيه؟ متتالية بيكون وراء بعض خلاص زي عندي هنا هوت زي بالضبط إن أنا كل جزء خد تردد خد تردد مثلا من 300 لـ 400 للمحادثة دي ومن 400 لـ 500 وكذا يبقى أنا أكدني قسمت عليهم إيه؟ قسمت المحادثات على التردد اللي إيه؟ أو النطاق التردد اللي إيه اللي عندي تمام؟ ده ليه؟ علشان أستغل يبقى خط تراصل واحد وإيه كمان؟ طيب ماشي خدنا خط تراصل واحد ما هو ما ينفعش أحطهم كلهم على خط التراصل من غير ما أعمل عملية إزاحة يبقى لازم أعمل عملية الإزاحة اللي هي عن طريق المعدلات واستخدام التعديل الإيه؟ أو التقسيم التردد تمام كده؟ براعي عند نقل النتقات دي أني ما يكونش في عندي إيه؟ ما يكونش في عندي تداخل طيب فيه كمان طريقة تانية زي ما قلنا اللي هي التقسيم الزمني بالتقسيم الزمني إن أنا عندي أنقل الصورة أو الإشارة المرئية اللي هي حاملة للصورة طيب الإشارة دي هعملها إزاي؟ إن أنا هاخد منها عينات يعني إيه أخذ عينات؟ يعني الإشارة التماسلية اللي عندي دي هقوم بيه إن أنا أخد منها عينات فتصبح سلسلة من الإشارات التماسلية سلسلة الإشارات التماسلية دي طبعاً بتكون على أزمنا إيه؟ معينة خلاص؟ يبقى بيتم نقل الإشارات بالطريقة يا إما التقسيم الترددي أو التقسيم الزمني خلاص؟ طيب فكرة التقسيم الزمني زي ما قلنا بتعتمد على؟ بتعتمد على أخذ العينات طيب طب هيتم أخذ العينات وعملية إرسال لهذه العينات؟ طب هناخد العينات إزاي؟ بيتم أخذ العينات عن طريق دايرة بتحتوي على مفتاح مفتاح إلكتروني هو اللي بيقوم بعملية الفصل والتوصيل بحيث إنه هو يقدر يأخذ العينات دي بصورة دورية أو بصورة إيه؟ منتازمة تمام؟ علشان لما أخذ العينات بصورة منتازمة يبقى أنا هحصل على الحاجة زي ما هي ما فيهاش أي مشاكل ولا فيها تشوه ولا فيها أي مشكلة بالنسبة لي خلاص؟ يبقى لازم تكون مأخذة بصفة إيه؟ بصفة دورية طب نشوف مع بعض الدائرة اللي بيكون فيها المفتاح اللي هيقوم بالفصل والتوصيل هذه هنا هوت عندي دي كده الدائرة هدخل الإشارة اللي أنا عايزة أخذ منها عينات هتدخل هنا هوت المفتاح بيقوم بإيه؟ بالفصل والتوصيل علشان يأخذ العينات المطلوبة وده شكل الإشارة التماثلية في حالة الإيه بعد أخذ الإيه العينات فيه أجزاء فصل والتوصيل المفتاح خلى الإشارة عندي بالشكل ده فأصبحت سلسلة منها الإشارات الإيه التماثلية فبيتم أخذ عينات إشارة القنوات المختلفة بالتتابع بحيث أن هي تلي بعضها الإيه البعض وبتكون على محور الإيه الزمن بالنسبة إمكانية استعادة الإشارة التماثلية من عيناتها بعد ما أخذنا العينة بنستعاد الإشارة الإيه التماثلية من العينة بتاعتها بمرة تانية عن طريق إيه إن هي بنقول عليها اللي هي التي أو بالنسبة للإيه للزمن ما تزيدش عن يجب أن تزيد عن إيه واحد على تنين فإيه فإم طيب إيه هي الإف إم ده أعلى تردد بالنسبة لي بيكون موجود في نطاق الإشارة اللي هو الماكسمن بتاع الإيه الإشارة القنوة العظمة بالنسبة لي طيب بيتم ده عن طريق عملية الإيه التعديل اللي هي تحميل الموجة بالنسبة لنا زي تردد مخافض على موجة أخرى زي تردد عالي لإمكانية نقلها إلى مسافات إيه إلى مسافات بعيدة خلاص ده بالنسبة لنا اللي هو مفهوم الإيه مفهوم التعديل مفهوم التعديل في العموم اللي هو مش تعديل معين لا ده التعديل في العموم لإن إحنا عارفين إن التعديل لي أكتر من إيه من نوع يبقى التعديل بالنسبة لنا إيه بحمل موجة منخافضة على موجة إيه أخرى زي تردد عالي تساعدنا في نقل الإشارة التعديل بيكون ليه زي ما اتفقنا أنواع ليه أكتر من ثلاث أنواع بس أنت اللي عندك ثلاثة بس يعني المقرر عليك في السنة دي أنت تدرس الثلاث أنواع إيه هما؟ طرق التعديل اللي هو التعديل الاتساعي والتعديل الترددي وتعديل في زوية الإيه الوجه خلاص؟ يبقى لما يجي يقولك أذكر طرق التعديل أو أنواع التعديل هتقول إيه واحد تعديل التساعي تعديل ترددي تعديل في زوية الإيه الوجه خلاص؟ بعد كده أول حاجة عندنا هناخدها اللي هو التعديل الاتساعي في التعديل الاتساعي بنرمز بالرمز A-M طيب التعديل الاتساعي معناه ايه؟ معناه أن أنا بقوم بعملية من إسم أولاد تعديل التساعي يبقى أنا هعدل فيه اتساع الإشارة حسب الموجه اللي هي الموجه الصوتية ز vocês الترددي الايه المنخفض. أنا بعدل في التساع الإشارة حسب الإشارة الصوتية. ليه الإشارة الصوتية هقوم بعملية التعديل فيها علشان هي إشارة إذا تتردد منخفض. برضو سامعة طالب بيقول مش فاهم يعني إذا تتردد منخفض. يعني يا أولاد أنا دلوقتي علشان أكلم حد ساكن في مكان تاني. ينفع عندها عليه كده؟ لأ مهما عليت صوتي. لو أنا أعدى في مكان وهو ساكن زي ما بنقول في محافظة تاني. هو هيسمعني إزاي؟ لأ سلطة منخفض عمره ما هيوصل. فبيتم عملية التعدل علشان تبدأ تسمع مثلا مكالمة تلفونية. يبقى هو موجود في محافظة وأنت في محافظة تانية بس هو قادر يتصل بيك. ليه؟ لأن أنا نقلت الصوت إزاي؟ أنا نقلت الصوت عن طريق عملية الإيه؟ التعديل يبقى إرسله استقبال وعملية الإيه؟ التعديل. تمام كده؟ طيب نيجي بقى على التعديل الترددي يبقى في التعديل الترددي اللي هو FM بقوم بعملية تعديل في تردد الإشارة. تعديل في تردد الإيه؟ الإشارة. حسب تغيير برضو حسب تغيير تردد الإشارة الإيه الصوتية ذات القيمة المنخفضة أو ذات التردد الإيه المنخفض. عندي التعديل التالت اللي هو تعديل في زوية الإيه الوجه. تعديل في زوية الوجه يعني هقوم بعملية تعديل زوية الوجه على حسب الإشارة الإيه الصوتية اللي عندي. طيب بيتم التعديل إزاي؟ بيكون دايرة المعدل بيكون لها دخلين. الدخلين دول هدخل من عندي الإشارة اللي هي ذات التردد المخافض. هي مثلا إشارة الصوت اللي أنا عايزة أنقلها وعايزة أعدلها. وبضيف عليها كمان أو بدخل من مدخل تاني الإشارة الإشارة ذات التردد العالي. تمام؟ يبقى المعدل أو دايرة المعدل بيكون لها كم دخلين. دخل الاشارة المنخفضة ودخل الاشارة الايه العالي يبقى انا كده دخلت الدخلين المنخفضة والعالي يحصل عملية التعديل واحصل عليها فين في مرحلة الخارج خلاص كده طبعا بحصل عليها في مرحلة الخارج ويتم عملية ايه بقى ويتم عملية الارسال تعديل الاشارة ياولاد بيتم قبل الارسال خلاص عشان لو جالي في صحة وغلط يبقى بيتم قبل مرحلة الايه الارسال عملنا التعديل وبعد كده يتم نقل الإيه الإشارة طيب في مرحلة الاستقبال بعمل عملية فصل للإشارة اللي ده اللي جاياني هفصل بقى الموجة الحملة عن المحمولة خلاص طب وانت هتحتاج من طبعا الحملة دي اللي ترددها عالي أنا محتاجة المحمولة يبقى حط دايرة تتخلص لي من الإشارة ذات التردد العالي وخلي الإشارة ذات التردد منخفض يا خلاص تم نقلها وانا قدرت ايه قدرت استقبلها خلاص يبقى بعمل لها عملية كشف أو فصل عملية الكشف أو الفصل دي بتكون عن طريق دوائر معينة ليه ما ينفعش دايرة واحدة لا لأننا في كذا نوع من التعديل زي ما اتفقنا يا التساعي يا تردد يا زاوية وجه طالما في كذا نوع من التعديل يبقى برضو كل نوع من أنواع التعديل دي أنا بحتاج له دايرة معينة تقوم بعملية الكشف أو الفصل يعني مش دايرة واحدة لا لو أنا خدت تعديل اي ام هحتاج له دايرة خاصة بكشف الاي ام ولو اف ام هحتاج دايرة برضو تقوم بعملية الفصل الاي ام وهكذا يبقى دايرة الكشف بتبقى على حسب نوع التعديل اللي أنا مستخدمين بعد كده بنقول بتتكون الدايرة زي ما اتفقنا من ايه من دخلين و خارج واحد وعمليا بيكون تردد الموجة الحملة في نطاق الهاي فريكوانس يعني بيكون تردد الموجة الحملة في نطاق التردد الايه العالي التعديل السعوي هو التعديل الاتساعي بلاقي كتير منكو بيبقى متدخلة معايا الجزئية دي بيقول لا احنا ما خدناش تعديل السعوي ولا ايه ناس تانية بتقول احنا ما خدناش تعديل الاتساعي يا ولاد التعديل السعوي هو نفسه التعديل الايه الاتساعي طب يبقى ايه هو التعديل السعوي هو عملية تعديل ليه اتساع الموجة الايه الحملة خلاص ذات التردد الايه العالي لان الموجة الحملة اللي شايلة فاللي شايلة دي ترددها ايه عالي خلاص حسب تغيير اتساع الموجة الايه المحمولة ذات التردد المنخفض وده بالنسبة لنا هنا الشكل بتاع الايه الاشارة عندي هنا موجة حملة ودي الموجة الايه الاشارة عندي الصوتية خلاص يبقى موجة حملة غير معدلة اهي يبقى دي موجة ايه موجة حملة غير معدلة هنا موجة صوتية طبعا الموجة الايه الصوتية هنا هو طيب انا هبدأ مين انا هبدأ اقوم بعملية التعديل ان التعديل هيحصل بقى للموجة الحملة دي هتتشكل بهذا الشكل اتشكلت او تعدلت ايوه هي تعدلت بناء على التردد المنخفض اللي هو التردد الايه الصوت خالت نفس الشكل بتاعه تمام كده وفي حالة الاستقبال بيتم التخلص ايه منه طيب عندي جهد الموجة عندي الصوتية هنا هو اهو ال V A maximum بتاعنا اللي هو اقصى جهد بالنسبة لنا ده ال V A maximum هنا الموجة الحملة ال V C اللي هو ال A الجزء او القمة بتاعته او الجهد بتاعها كاسمه ال V A ال V C تمام بيبقى عندي زي ما عارفين نطاق يعني بيعلوي ويه ويه صفلي او الجزء العلوي والجزء ال A الصفلي يعني الجزء الموجة والجزء ال A السالب خلاص كده نيجي بنقول ان انا عندي لو جهد الموجة الحملة اللي هو ال V C وجهد الموجة الصوتية زي تتردد المنخفض V M يبقى انا عندي هعبر عن الصورة الجيبية او الاشارة الجيبية ازاي هتبقى بالمعادلة هتبقى بالمعادلة اللي هي V C بالنسبة للزمن تساوي V C ساين اوميجا C T اللي هو ايه اوميجا C اللي هو التردد الزاوي للموجة الحملة خلاص طيب اما لو كانت بالنسبة لل V M نفس المعادلة بس هخلي بدل اوميجا C هتبقى اوميجا M اللي هو التردد الزاوي للموجة الصوتية تمام يبقى انا عندي التردد الزاوي على حسب اللي انا ايه بكون محتاجا بعد كده بنقول معامل التعديل معامل التعديل اللي هو الام بيساوي V M على V C وزي ما اتفقنا انا عندي جزء علوي وجزء صفلي او جزء موجة وجزء ايه سالب هيبقى V maximum ناقص V minimum على V maximum زائد V minimum لو انا كنت عايزة معامل التعديل كنسبة مقوية يبقى انا هضرب في ايه هضرب في مية خلاص كده طيب بالنسبة ليه عملية التشكيل او التعديل بينتج عنها نطاقي ترد اللي هو النطاق V C زائد V M و V C ناقص V M بيعرف التردد ده بمركبة النطاق العلوي اللي هو اللي بيزائد اما اللي بنناقص بيبقى مركبة النطاق النطاق الصف يبقى بيكون عند نطاقين نطاق علوي ونطاق ايه صفلي تمام اللي هي اكني اسمع الاشارة جزء موجب وجزء ايه وجزء سالب خلاص يبقى الاشارة لها كم نطاقين علوي وصفلي العلوي اللي بالموجب اما السفلي اللي هو بالايه بالسالب زي ما احنا شايفين كده اللي هو نطاق الارسال في التشكيل السعوي اللي هو low side band و upper side band خلاص عندي بيمكن ارسال الاشارة المشكلة بنطاقين العلوي والصفلي او ارسل احد النطاقين فقط يعني اما ارسل النطاقين او ارسل احد النطاقين بس او ارسل نطاق مع جزء من النطاق الايه الاخر يعني الارسال بيبقى باي صورة باي ايه باي صورة لانه دي بجيلي في الاسئلة لما يكون عايز يعرف الطالب هو مذاكر وفاهم الجزء بتاعت عملية الارسال انا بارسل نطاق ولا نطاقين ولا ممكن ارسل نطاق مع جزء من النطاق الاخر اه انا ارسل نطاق واحد او نطاق مع جزء من النطاق الايه من النطاق الاخر عندي النطاقين اللي هم الأبر سايد باند واللي هو سايد باند هنا هو عندي دائرة تقطتية لمعدل ال-AM زي ما اتفقنا ان انا عندي بقوم بعملية التعديل اللي هو التعديل للسعوة او الاتساعي اللي هو ال-AM اتفقنا ان دائرة التعديل لها كم دخل؟ دخلية دخلها دخل منه الاشارة الصوتية لترددها منخفض طب والاشارة العالية الاشارة العالية انا هيجبها عن طريق ايه؟ عن طريق مزبزب المزبزب ده هيبدأ يولدلي اشارة ذات تردد عالي تصل الى كام؟ تصل الى 100 كيلوهرتز يبقى المعدل كده ولاد انا عرفت دخلوا كم اشارة؟ اتنين الاشارة الصوت المنخفضة والاشارة الايه؟ العالية الاشارة العالية جبناها من ايه؟ جبناها من دائرة مزبزب بيعمل ايه دائرة المزبزب؟ انتجلي تردد التردد دقمته 100 كيلوهرتز خلاص انا كده دخلت الموجة الحاملة والموجة المحمولة تبدأ دائرة التعديل تقوم باية؟ بعملها وتقوم بعملية الايه؟ التعديل واخد من الخارج الاشارة معدلة بس يكون عندي ايه؟ يكون عندي مرشح عارفين المرشحات؟ احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت قلنا المرشحات بتعمل ايه؟ وايه هو انوع ولو الوقت اصعفنا النهاردة ان شاء الله ممكن في وسط النهاية او من خلص الجزء ده لو لحتى اقول لكم كم سؤال برضو على المرشحات بحيث ان احنا نراجع عليها طيب نيجي هنا وات بنقول الدايرة بتتكون من ايه؟ من دائرة مزبزب بتقوم بتوليد تردد 100 كيلو ايه؟ هيرتز هوصله بالمعدل المعدل بوصله الاشارة السمعية فتتم عملية التعديل وتتم ايه؟ تتنقل الى دائرة الايه؟ المرشح لتقوم بامرار النطاق المطلوب طيب احنا قلنا قبل كده ان انا عندي ياولاد المرشح المرشح ده بياخد نطاق معين يمرره او نطاق معين يمنعه اذا فانا اقدر اخلي المرشح يمرر زي ما انا عايز على حسب دائرة المرشح يعني ممكن مرشح يمرر تردد منخفض ممكن مرشح يمرر تردد عالي ممكن مرشح يمرر في النطاق ما بين مثلا 1000 ل1000 انا محددها يمرر للنطاق ده بس قبل ال1000 مش هيمرر وبعد ال1000 مش هيمرر محدده له حيز معين خلاص كده او يكون عندي مرشح مش بيمرر النطاق ده لا ده بيمنع النطاق ده ويمرر الجزء اللي قبله والجزء اللي بعد يبقى انا عندي دوائر مرشحات انا بتحكم فيها في اثناء عملية التصنيع ازاي هتحكم بان انا اتحكم في القيم وزي ما قلنا بتحكم في الكيفلتر او بتحكم في قيم المكسفات وقيم الملفات والمقاومات اذا كانت الدوائر اللي عندي او دوائر المرشحات غير فعالة في المرشحات الفعالة احنا اتفقنا ان احنا غيرنا الملف وحطينا بدله ايه حطينا بدله دايرة متكاملة اللي هي دايرة دوائر الاي سي ليه لاني فيه لاني انا هحط حاجة فعالة او عنصر فعال اللي هو ممكن يكبر الايه الاشارة لاني كنا ايضين ان في المرشحات الغير فعالة كان بيحصل ان الاشارة بيحصل لها ايه بيحصل لها ان هي تحصل فقد او ضعف شوي فعشان كده حتغيرنا الملف وكمان كان الملفات حجمها كبير فعشان كده بدلنا الملف بايه بدوائر الاي سي علشان تقوم بتعويض الفقد اللي حادث من المرشحات الغير فعالة الفقد اللي كان بينتق من الملفات تمام كده هو ده وظيفة الايه المرشحات تمام يبقى انا كده عندي لما اجي اقول بالنسبة لي دايرة معدل الاي ام عبارة عن ايه عبارة عن نقول تاني دايرة معدل والمزبزب والايه والمرشح المعدل لدخلين الدخل بتدخل للاشارة زي التردد المنخفض اللي هي اشارة الصوت والدخل التاني هتدخل الاشارة زي التردد العالي اللي هي هتيجي من ايه من مولد او من مزبزب بقيمة 100 كيلو هرتز بتدخل على المعدل الاي ام ويتم عملية التعديل وينقلها على المرشح علشان يمر من التوقع المطلوب تمام بعد كده عندي مثال بنقول فيه المثال ان انا عندي انهوت ممكن يكون فيه القيمة عندي 3 و 1 من 10 كيلو يبقى هتساوي قد ايه هتساوي ألف و 3 و 4 من 10 ناقص ألف و ايه و 3 من 10 خلاص ده في حالة المرشح عندي قام بامرار نطاق معين انا ونطاق عندي النطاق اللي انا هكون عايزة عايزة النطاق طبعا العلوية عايزة النطاق الصفل لان انا بتحكم في امرار نطاق ايه محدد نيجي بعد كده على دائرة كشف الموجات المشكلة التساعي يعني ايه يعني احنا زي ما اتفقنا المعدل الاتساعي هيكون له دائرة تعديل ودائرة تشكيل اللي هي الفصل استخدم تعديل التساعي يبقى استخدم له دائرة تقوم بعملية التعديل للاتساع عملنا التعديل وقمنا بعملية الارسال طب في الاستقبال هستخدم دائرة تقوم بعملية الكشف واللي هي دائرة ايه تعديل التساعي مش اي دائرة تمام كده طيب دائرة الكشف للموجة المشكلة التساعي عبارة عن ايه بتكون عبارة عن محول متصل بموحد ومتصل بايه بالمقاومات والمكسفات اللي هي علشان يتم عملية امرار اجزاء او نطاق معين ويتم عملية الايه الترشيح وفصل الترددات الغير مرغوب فيها نيجي هنا ادي الشكل الاشارة المشكلة ايه التساعية خلاص الاشارة تدخل طبعا في البداية بتدخل على المحول من الملف الابتدائي الى الملف الايه السنوي بتتنقل من الملف الابتدائي الى الملف السنوي عن طريق الحس المتبادل ما بين الملفين اللي هو المحول لان احنا عارفين ان المحول عبارة عن ملف بتدقيه ملف ايه سنوي وبينهم مجال مغناطيسي ده اللي هيساهم في نقل الاشارة من الملف ده الملف الايه التاني خلاص كده يبقى تنقلت من المحول اللي بنرمز له بالرمز تي الى الموحد الموحد بيمرر ايه هيمرر طبعا احنا عارفين ان الموحد بيعمل في الاتجاه الامامي فقط يعني بتعمل في الاتجاه اللي هو موضوع فيه عند الموحد اشوف وضع الموحد بانه صورة عن طريق الانود والكاسود خلاص لو انا حطاه في الجزء الموجب اللي هيقابل الاشارة يبقى لازم هينقل الجزء الموجب لو انا حطى الموحد بالاتجاه التاني والمقابل للاشارة الجزء او الطرف السالم يبقى هينقل الطرف الايه السالم ليه لان انا عندي الموحد بيعمل في الاتجاه الايه ولاد الامام يعني بمعنى كده اني لو جي طالب في الامتحان وغير شكل الدايرة دي وقلب شكل الموحد عكس توصيله معنى كده اني لازم يعكس هنا الخارج بتاع الاشارة هنا هو تبصوا كده ادي الموحدة هو شايفين هنا ادي شكل الموحد لو انا قلبت خليت الطرف ده هو للاتجاه ده يعني انا مسكت الموحد وقلبته يبقى لازم ما يكونش الخارج عندي النص السالي يبقى لازم الخارج يبقى هو النص الايه الموجب تمام كده يبقى على حسب اتجاه الموحد تمام بعد كده عندي في الجزء الخاص بالايه المقاومات والمكسفات هنا علشان احصل على الايه احصل على الخارج طبعا المكسف دوت بيمنع او بيمنع مركبة الطيار الايه المستمر لان انا عندي مركبة الطيار المستمر دي بتنتج من عملية الايه الكاشف تمام طيب عند المقاومة اللي هتضبط مستوى الايه مستوى الاشارة السمعية علشان يكون المستوى الاشارة بتاع ايه ما فيهوش اي مشاكل خلاص كده لو جينا قلنا دلوقتي انا كده خلصت الجزء بتاع المسويات والتعديل الساعة وعايزة بس نشوف نراجع جزء كده احنا قلناه خلال الحلقة بتاعتنا لو انا سألتك على تعريف المسوي وفيما يستخدم المسويات هي ايه ولاد طبعا احنا قلنا المسويات هي عبارة عن دايرة الكترونية تمام كده الدايرة الكترونية دي بتقوم بايه بتقوم بتوليد اختلاف معاكس لقيمة التشويه تمام دي تولد اختلاف معاكس لقيمة التشويه لتلاشي التشويه بقيمة مضادة يعني منعته خلاص الكلام عشان احصل علي الاشارة اشارة اشارة ما فيهاش اي ايه اي مشاكل طب فيما يستخدم خلاص احنا قلنا ان هو بيستخدم في ايه بيستخدم للتغلب على التشويه يبقى قلنا تعريفه وقلنا استخدمه استخدم التغلب على الايه التشويه الناتج عن ايه الناتج عن عدم جودة خطوط التراصل يعني انا اصلا ليه مستخدمها لان انا ممكن خطوط التراصل ديكون فيها مشاكل يبقى لازم استخدم الايه المساوي تمام نيجي بعد كده في سؤال هنا بيقول أكمل الفراغات عندك التعديل الترددي والتعديل الاتساعي وتعديل زاوية الوجه نقول وفيه يتم تغيير زاوية الوجه الحملة حسب تغيير اتساع على الإشارة السمعية طبعا الإشارة السمعية للإشارة الصوتية تمام كده طيب يبقى ده تعديل ايه بصوا كده في الأول قيل تغيير ايه زاوية الوجه يبقى طبيعي أنا هنا بعرف تعديل زاوية الايه الوجه لأن تعديل زاوية الوجه من اسمها بعدل زاوية الوجه يبقى بغير في زاوية الايه في زاوية الوجه طب هنا تغيير اتساع الموجة الحاملة حسب تغيير اتساع الإشارة السمعية يبقى ده تعيير او تعديل اتساعي تمام كده ايه هي انواع المسويات زي ما اتفقنا ان انا عندي نوعين ثابتة الاعداد ومسويات متكيفة نيجي هنا في السؤال اللي بعده يتم ارسال المعلومات بعد تحولها الى اشارة كهربائي ده بيبقى ايه مرسل ولا مستقبل ولا المعلومات طبعا انا عندي انا هرسل المعلومات يبقى ده عملية الايه الارسال نيجي بعد كده بيقولت تكون قد تكون صوت او صورة ويتم تحولها الى اشارة كهربائية او الى تغيرات كهربائية طبعا دي بالنسبة لنا اللي هي المعلومات لان المعلومات اللي انا بقوم بارسالها ايا كانت بقى المعلومات دي ممكن تكون معلومات صوت او معلومات صورة تمام يبقى دي المعلومات السؤال اللي بعده المستقبل التعديل المعلومات تحميل اشارة المعلومات على موجة حاملة ذاتة تردد عالي تحميل اشارة المعلومات هنا ولا حدد ان انا هعمل تعديل في الاتساع ولا هعمل تعديل في زاوية يبقى تلا ما حمل موجة حاملة على محمول يبقى ده اسمه التعديل في العموم يا ولاد يبقى ده كده الايه التعديل ايه هي انواع نظم الاتصالات عندي انواع نظم الاتصالات اول حاجة الاتصال التليفوني اتصال التلغراف اتصال نقل الثور بالتلغراف واتصال الحاسبات والمعلومات واتصالات الاقمار الصناعية دي الانواع طبعا بالنسبة للانواع دي لو جينا عليها بنقول الاتصال التليفون طبعا انواع انظمة الاتصالات دي كانت بتمر بمراحل ان هما في البداية كان بيتم عملية الاتصال ازاي طبعا مش معنى انا بقولها لكم كتير الجملة دي مش معنى اتصال اتصال تليفوني لا الاتصال هو ايه لازم يكون فيه عندي مرسل ومستقبل ومن بينهم الوسط النقل يعني التلفزيون اتصال التليفون اتصال الانترنت ده اتصال كل وسائل الاتصال اللي انت تعرفها دي هي الاتصال نفسه مش معنى اتصال ما تاخدهاش بكلمة اتصال ايه تليفوني تمام يبقى لما يجي تعرف الاتصال واتصال ايه هو اتصال بين طرفين مرسل ومستقبل وبينهم الوسط ال ايه الناقل طبعا في عمليات الاتصال في البداية كانت الاتصال كان بيمر بمراحل مش ممتشر زي دلوقتي وما كانش متقدم بالصورة اللي احنا ايه شايفنا ان انت تبعت الرسالة في لحظة توصل ما بتاخدش يدوبك سانع مجرد عملية ال ايه الارسال وده بنشوفه فيه طبعا الارسال بتشتغلوا به في الاول كان طبعا مفيش عناصر الالكترونية تأهلني ان انا اوصل للمرحلة اللي احنا وصلين لها دلوقتي فكان في البداية بالنسبة للمراحل كان عندنا اتصالات التلفونية وده بعد ما بدأوا يعرفوا بعض العناصر الالكترونية البسيطة زي مثلا السمامات وتطورت السمامات دي ويعرفوا بعد كده الترانزيستور وي الائسي التطورات اللي حصلت دي خلت انظمة الاتصالات مرت بمراحل كتير اللي هي كان فيه عندنا في الاول برضو ان بيتم عملية الاتصال عن طريق التلغراف ازاي عن طريق التلغراف ان بيتم كتابة الرسالة اللي انا عايزة ابعتها لاي حد او لاي شفط وبروح عند المكان اللي فيه جهاز التلغراف وهو بيقوم بعملية الارسال طيب بيبعتها على شكل اشارات اللي هي الاشارات اللي عملها العالم موريس اللي هو كل حرف او كل كلمة كان له كل حرف او كل رقم كان له كود معين بيتم عملية الارسال او بالاشارة دي وفي الاستقبال اللي هي في الطرف التاني اللي هي في المحافظة التانية اللي انت بعت له الرسالة دي بيتم فك الشفرة دي وفك الاشارة وبيبدأ يكتبها في ورقة ويوصل بالبريد زي ما بيبعت الجوابات زمان تمام كده تطورت المرحلة دي وبقى في عندي نقل السور بالطلغراف لاننا المرحلة اللي لسه الى دي كانت نقل رسالة مكتوبة ان انت تقول اي حد جملة معينة وتكتبها وكان بيحسبك عليها زي ما اتفقنا بالاي بيحسبك عليها بالحرف كل حرف اللي بيعد الحروف اللي انت بعت فيها الرسالة وبيحسبك على عدد الحروف بعد كده بقى كان في الاتصال نقل السور بالطلغراف ان انا يكون عندي مستند ورقي وعايزة انقل المستند ده بنفس شكله ونفس صورته لحد معين اللي هو معروف حاليا دلوقتي بالنسبة اللي هو طبعا بعد عملية التطور اللي حصل فيه اللي هو الفاكس تمام منتبتين النفس الصورة طبعا برضه بيكون في الحالة دي لازم يكون في تليفون ارضي وبيتم عملية الارسال بعد كده اتصالات الحاسبات والمعلومات وده كان ناتج من عملية التطور اللي حاصل فيه بعد ما حصل اني بقى فيه تطور في العناصر الالكترونية بدأ التطور يتنقل للاشارة نفسها ان انا عندي الاشارة كانت بتبقى اشارة تماثلية فانا عارفة اني لازم طالما هيبقى فيه تطور واخترعوا اجهزة الحاسب احنا عارفين الحاسب ما بيشتغلش خالص او ما بيفهمش عندي اي حاجة غير الاشارات الرقمية اللي هي السفر والواحد خلاص بعد ما حصل بقى التطور بتاع الاشارة اني اشارات تماثلية بقت عندي اشارة رقمية وده لاني الاشارات الرقمية افضل في اني هي ما بتتعرضش للتشويه زي الاشارات التماثلية ما بتبقاش فيها تشويه وبقاش فيها مشاكل زي مشاكل اشارات الايه التماثلية بعد كده بقى عندي اللي هو والاتصالات الأقمر الصناعية أنه بيتم إرسال أمر صناعي بيتم وضعه في مكان معين وبيتم إرساله بصفن فضاء خاصة بتقوم بوضعه في المنطقة المحددة تمام؟ وبرضه بيكون على بعد معين من مستوى سطح الأرض دي اللي هي أنواع نظم الاتصالات بعد كده عندنا في أنظمة التراصل اللي بتستخدم موجات حاملة تعمل المرشحات على فصل الإشارات المرغوب فيها خلاص؟ ليه؟ لإضافة قناة أخرى ولا لتزيد تداخل القنوات المجورة ولا لتحد من تداخل القنوات يعني في أنظمة أهو أضح لك السؤال ده تاني في أنظمة التراصل بتستخدم موجات حاملة حاملة تعمل المرشحات على فصل الإشارة المرغوب فيها ليه؟ طبعا علشان بيحصل أن هي تبدأ تحد من التداخل بين الإشارات يعني إحنا قلنا لازم الإشارات ما يكونش فيها إيه؟ فيها أي تداخل خلاص؟ بعد كده تصنيف المرشحات إيه هو تصنيف المرشحات؟ طبعا بتصنف المرشحات أول حاجة طبعا للحيز خلاص اللي هتسمح بمروره يعني أنا همرر مش عارف حيز قد إيه؟ ويه طبعا لبنية الدائرة القهربية دول التصنيفين الخاصين بالمرشحات وكل تصنيف من دول بيكون ليه تصنيفات أخرى زي مثلا طبعا للحيز اللي هتمر بإيه؟ بمروره في طبعا للحيز إما المرشح يمرر تردد منخفض أو مرشح يمرر تردد عالي أو مرشح يمرر نطاق تردد معين أو يمنع نطاق تردد معين تمام؟ أما بالنسبة لتصنيف الدائرة اللي هي مرشحات فعالة ومرشحات غير فعالة وهناخد فيها كمان مرشحات باللورة اللي إيه؟ الكوارتز بس نبص كده على أنميع المرشحات طبعا للحيز اللي هي أنا ببص على المنحنة بتاعي هو يا ترى المنحنة ده همرر إيه؟ تردد منخفض ولا تردد عالي؟ لو مرشح امرار تردد منخفض أو عالي افتكره بخط الأعداد طبعا في خط الأعداد احنا بنبدأ 0-1-2 يعني الأعداد بورا بتزيد يبقى لو مرشح امرار تردد عالي يبقى أنت تيجي تظلل الجزء اللي إيه؟ اللي إيه؟ اللي وراء ما تبدأش من السفر أهو كده هو يبقى ده منطقة منع وده منطقة إيه؟ امرار يبقى ده مرشح امرار تردد إيه؟ ليه منع هنا وهنا مرر طب هنا ده من البداية يبقى يبقى ده مرشح امرار تردد إيه؟ منخفض تمام؟ ده بتسمى بمناطق القطعة والتوصيل النموذجية للمرشحات هنا هوت ده مرشح مرر هنا ومرر هنا ومنع اللي في المنتصف يبقى ده مرشح ايه؟ مرشح لمنع مرور جزء معين يبقى مرشح لمنع مرور نتاق تردد معين وهنا مرشح لامرار نتاق تردد إيه؟ معين تمام كده؟ أما بقى بالنسبة للتصنيف ودي تكون آخر حاجة النهاردة هنقولها تصنيف تابعا للدائرة الكهربية زي ما قلنا مرشحات فعالة وغير فعالة ومرشحات باللورية اللي هي نستخدم فيها باللورة الإيه؟ الكوارتز بكده يا أولاد نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا وشرحنا فيها المصويات وخدنا فكرة برضو عن الجزء اللي شرحناها قبل كده عملنا عليه مراجعة بسيطة علشان تفضل تفكروا ما تنساش أي حاجة من اللي احنا قلناها بكده تكون انتهت حلقتنا بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة